مالك بس يا حبيبتي انتي بتعيياتي كمان فيه يا ريم يا حبيبتي اهدي وفكري في كلامي انتي فيه حد عندك العلامات اجابات يا سامة بس مش دايما متشوف ريم انت مين عندك يا ريم انا حس ان ريم جرالها حاجة انا متأكدة اكت في البيت زي بقى كانت في البيت اذا كان البواب بيقولي انها مجادش من انبارح وانت كنت مصمم تكسر الكلون وقسرنا الكلون ودخلنا الشقة وملعناش حد بعد ما خلتنا نهب في الراجل طب كلم اختها غنوة انت عارف ان علاقتي بيها متنايلة بميلا وانا علاقتي بغنوة متنايلة بستين ميلا ومستحقين ريم تروح لاختها غنوة بعد المشكلة اللي حصلت ما بينهم ومش انا اللي هقولك ما انت السبب ما تغفل ليش في وشي يا اخي مش عارف يا عمي شوي مليون سؤال جوايا ومش لقيلهم اجابة خلاص هتجنب انا حاسس ان انت اللي ملغبط نفسك بنبقى عمي شوي يسبني في حالان على اخري انا قلت ساعدك جايز تلاقي اجابة للاسئلة كتير دي مش هتعرف العلامات اجابات يا سامح يا ابني بس مش متشافة موسيقى 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 ايه اللي انت بتقوله ده انا لقي واحد قريبي من بعيد ما شاء الله بقى مشهور قوي والله يوحشنا نفسي شوفه فمرة عبقى اخدك ونروح له الشيخ منصور كان لما يلاقي حدا حيران يقوله العلامات اجابات بس دايما مش متشافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة